والأعمال وكيل تعود الاغتيالات لمدينة عدن على هامش الصراع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في الوقت الذي دعا فيه وزير الشباب والرياضة نائف البكري إلى هبة شعبية ضد ما أسماه الإرهابيين الجدد وتاتي دعوة البكري للانتفاضة بعد عمليات اغتيالات اعتبرها الوزير ضمن مخطط تصفية مكتمل الأركان لرموز عدن ومقاوميها تقديم القتلة للمحاكمة وبناء الدولة كانت عدن قد شهدت نهار الثلاثاء الماضي حادثة اغتيال القيادي في تجمع إصلاح عدن شوق الكمادي خطيب جامع الثوار بالمعلة ويأتي اغتيال الكمادي بعد تصفيات طالت خطباء ينتبون للإصلاح وجماعات سلفية اكتفى إصلاح عدن بوصف اغتيال الكمادي بالحادثة الآثمة بينما اعتبرتها أمانة تجمع الإصلاح عملا إجراميا يدفع بالمناطق المحررة نحو مربعات الفوضى بدأت سلسلة الاغتيالات في عدن بعد فترة وجيزة من تحريرها من ميليشيا الحوث والمخلوع في يوليو 2015 وزادت وطيرتها خلال ينائر وأكتوبر وديسمبر من العام الماضي وسرعان ما عادت الواجهة الأيام الماضية من الشهر الحالي في الوقت الذي أكدت إحصائية لوزارة الأوقاف مقتل ستة عشر داعية خلال العامين الماضيين لم تقتصر الاغتيالات على الخطباء وقيادات حزبية بل طالت قادة عسكريين وضباطا وشخصيات محلية وعناصر بالمقاومة الشعبية ففي منتصف ينائر الماضي اغتيل مسؤول أمني واغتيل ضابط أمن بداية فبرائر الحالي بينما نجى مسؤول أمني من محاولة اغتيال بعد ساعات من مقتل القيادي الإصلاحي شوق الكمادي تستمر عمليات الاغتيال في عدن بدون تحديد الجهات الرسمية للطرف الفاعل أو الداعم لكن مراقبين يوجهون أصابع الاتهام لطرف إقليمي بالوقوف خلف القضايا على مناصري الشرعية والدولة واليمن الاتحادي ترجمة نانسي قنقر